موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحصة السابقة شفنا توازي مستقيمين حصة دينا نشوفو تعامد مستقيمين إذا عندي مستقيمان D و L كل واحد عنده المعادلة المختصرة لكي نعرف أن المستقيم D و L متعامدان يكفي أن نضرب الميل الأول في الميل الثاني ونحصله على ناقص واحد سنجد الميل المستقيم الأول ونضربه في الميل المستقيم الثاني إذا كانت النتيجة هي ناقص واحد سيكون متعامدين إذا كانت نتيجة أخرى من غير ناقص واحد فلا سيكون متعامدين هذا الشيء الذي كان رحضوا هنا ونحصلوا على الأرتوب عند الأصل ثم لا يريد أن يهمنا لكي يهمنا فقط نضرب الميل في الميل ونحصلوا على ناقص واحد إذا كان هذا الشرط يمكننا أن نقول أن المستقيمان D و L متعامدان شوفوا المثال لدينا عندي المستقيم D الميل لديه هو ثلاثة مستقيم L الميل لديه هو ناقص واحد على ثلاثة ما سنضربه؟ سنضرب الميل الأول في الميل الثاني ونرى ما سنحصله إذا ثلاثة في ناقص واحد على ثلاثة إذا ثلاثة سنضربه البسط في البسط وهي ناقص ثلاثة على ثلاثة وهي ناقص واحد إذا النتيجة أعطتني ماذا؟ ناقص واحد ما سنقوله؟ ببساطة المستقيم D عمودي على المستقيم L شوفوا المثال الثاني لدي المستقيم D ومستقيم L الميل لدي المستقيم D هو اثنان ناقص واحد على خمسة ماذا نضرب 6 في ناقص واحد على خمسة ونرئبه النتيجة 2 في ناقص واحد على خمسة هي 2 في ناقص واحد هي 2 في ناقص واحد إذا كنت تم فيách نقص واحد ماذا سنقول المستقيمان غير متعامدة كملاحظة كما نعرفه قبل أن نحسبه أن المستقيمان متعامدة أم لا إذا الميل على العدد الأول يجب أن يكون هو المقابل المقلوب على العدد الثاني كيفاش؟ مثلا هنا اثنان خاصة الميل على العدد الثاني يكون 1 على 2 نفس العدد ويكون المقابل يكون معكس في الإشارة مثلا عندي هنا مستقيم المعامل متعامد متعامد مع المستقيم الميل خمسة يكون متعامد معه نضرب خمسة في ناقص واحدة لخمسة خمسة في ناقص واحد وهي ناقص خمسة على خمسة وهي تعطيني ناقص واحد هذا مع من المتعامد متعامد قلنا مع هذا المستقيم المستقيمة ما نريد أن نقوله الميل ديالهم هو ناقص واحد على اثنان مثلا ببساطة أعطوني واحد المستقيم A الميل دياله A مع من يكون متعامد مع المقابل ديال المقلوب دياله فقط هذه كم ملاحظة أما نحن نقص ندير الجودة مثلا إذا كان هذا الشكل مع من المتعامد مثلا ناقص واحد واحد المستقيم الميل دياله هو هذا ناقص واحد على ببساطة ما هو المقابل ديال ناقص يعني سيكون عنده زائد ما هو المقلوب ديال واحد على بب اللي هو بب فقط إذن هذا المستقيم هذا اللي يكون عنده الميل هو ناقص واحد على بب سيكون متعامد مع المستقيم اللي عنده الميل بب والمستقيم A للمستقيم عفوا للميل دياله هو A غد يكون متعامد مع المستقيم للميل دياله هو ناقص واحد على A إذن هذه كم ملاحظة قبل ما نبدأ نحسبي إذن نكون عارف فين غادي نوصل بتال الاخر اذا هنا قبل ما نحسبه غادي يبنى بانه كان واحد المشكل في الاشارة اذا اذا ضربت 5 في 1 على 5 غادي نحصل على 5 على 5 اللي هي 1 ولكن مشي ناقص واحد اذا باش غادي يكون هذا مع من متعامد غادي يكون متعامد مع المستقيم اللي الميل دياله هو ناقص 1 على 5 يعني خدروا لي 1 على 5 ما اعطونيش الاشارة اذا الجودة غادي يكون هو واحد اللي هو يخالف ناقص 1 وبالتالي يخالف ناقص 1 فما يمكنش خصني ضروري ناقص 1 اذا L و B غير متعامدان نشوفوا خاصية العكسية لاني كان عندي مستقيمان متعامدان لان الميل ديال الاول هو A والميل ديال الثاني هو M وقالوا لي معطى اخر ان المستقيم D يعامد المستقيم L شنو قدر نقول لنا بالعكس الجداء ديال الميلين كي يساوي ناقص 1 ذي لا كانوا مستقيمان متعامدان جداء ميليهما يساوي ناقص 1 يعني اذا ضربت A في M سنحصل على ناقص 1 علش قد يعطوني هذه الخاصية العكسية فقد يعطوني مثلا نبحث على الميل M ولا الميل A ويقولوا لي ان مستقيمان متعامدان فقط مثال لان المثال ديالنا المستقيم D الميل دياله هو سبعة والمستقيم L الميل دياله هو A إذا يلعطوني واحدة المعلومة هي ان المستقيم L يوزي او عفوا عمودي على المستقيم L لان المستقيمان متعامدان وقالوا لي هنا يا شنو السؤال غدي يكون حدد العدد A إذا غدي نحلو المعادلة بسيطة شنو كي يعني ان الدواء المتعامدان كي يعني ان الجداء ديال الميلين ديالهم كيساوي ناقص 1 فقط إذا هنا بغيش نحصل على العدد A نحلو هذه المعادلة البسيطة إذا سبعة في A تساوي ناقص 1 يعني A يساوي ناقص 1 على سبعة وقالوا وقالوا